قبل ما نبدأ حلقة اليوم حابة أخبركم عن بودكاست جديد خاص فيه بودكاست بكل حب بيهدوف لرفع الوعي ونشر التوعية السليمة حول مواضيع عديدة ومختلفة تتعلق بتربية الأطفال بحب وبأمان حلقة جديدة رح ترفقكم كل يوم أحد ورابط البودكاست موجود بصندوق وصف الحلقة بودكاست بكل حب لأن أطفالنا بيستحقوا أن نكون عم نربيهم بكل حب بكل أمان مرحبا بتمنى تكونوا بخير وسلام وأمان وين ما كنتوا عم تسمعوا طاقة حب نهاية حلقة الأسبوع الماضي من طاقة حب الحديث عن الحزن والجلوس مع أحزاننا والسماح أن نشعر فيها بأن قلت وقتها نبدأ بهيد المرحلة كتير مهم نتنبه الأحلامنا ونرقبها الأحلام اللي بتيجينا بالليل أو وقتها اللي من ننام بالفترة اللي كنت فيها بالمرحلة الأولى وقتها غادرنا نيومون دبسان وكنت كتير كتير حزينة كتحسة بقلم كتير كبير بقلبي وشعور بالوحدة وكأنه في شيء كتير قوان سلخ مني كأني فقدت ابن كنت عم بتمنى أني كون عم بحلموا بنومي كان بدي أرجع شوفوا عم بيتفاعل بس ما كنت عم بقدر لأنه أصلاً نومي ما كان منيح أبداً بهيد الفترة صرت أرجع شوف صور وفيديوهات لقلو من أول يوم أجع على حياتنا لكون بس هيك عم برجع أتذكر لحظات كتير حلوة بالرغم من هيدا كله ضل على طول عبالي يكون عم برجع أحلموا بنومي بليلة في صديقة من الصديقات اللي كتير بتحب لي بسينات وبتحبوا لأن يومون كانت عم بتحاول توسيني كل فترة بتبعتلي أنه ما عم بعرف شو بدي أقليك بس بمعنى أنه هي بدي أنا أعرف أنه عم بتفكر فيني على طول عم بتبعتلي حب وعم بتبعتلي سلام بس مش عارفة إذا هيدا الشي عم بيكفي فهي عم تدعيلي بصلاواتها أو عم بتصليلي لهالتقل أو هالقلم الكبير اللي عم بحس فيه أنا وعيلتي يكون عم بيخف شوي شوي تفعالت معا بإني حتى يتلق قلب ما كتير كنت قادرة أعبر بس كتير أثرت فيه الطريقة اللي عبرت فيها وبنفس هيدا الليلة بس نمت نمت النوم كتير عميق لأول مرة من وقت ما كان يمكن صار قاطع بفترتها شي ثلاث أسابيع على الموضوع حلمت بنومي إنه نحن عندن بالباتلة صديقتي والحلم كان عم يتنقل بعدة أماكن بمحل فجأة منصير قاعدين بقلب البحر أو المحيط كأنه ساكنين فيه ولكن الماي ما عم بتدق فينا يعني بيتهن هني غرفة الجلوس بقلب المحيط وفيه كنابية وفيه كل شي بس ما فيه شي عم بدأ فينا من الماي بعدين بحس بصوت كتير قوي وبحس بأنه الماي عم بتصير كتير قوية مثل كأنه كارنت أو مثل كأنه فيه طيار مائي كتير قوي فببرم أنا لأطلع وبتصير هي عم تندهلي بكتير حماس وبكتير هيك لاحفة إنه ميراي ميراي تطلعي شو فيه وراك وببرم أنا لألتفت بلاقي مجموعة حيتين صغار كلهم عم بيقربوا صوبة بسرعة كتير قوية وخيالية فبصيروا كأنه كل واحد عم بيقرب لعندي يعطيني غمرة عم بغمرون أنا هيك من قلبي عم بحس بدي بدي بوصون وعم بيرجع يروحوا واحد وراك تاني بسرعة كتير قوية ففرحتي بالحلم كانت كتير قوية مش عم بصدق اللي عم بيصير مع شعور سلام وأمان كتير عالي بيرجع بلحظتين من الحلم بنفس المكان فيه طفل على الكنابية طفل بالملفة يعني بعد عمره بالأشهر هو بالحلم أنا شفته كأنه ابنة لصديقتي عمنا هي أولادة مش بهيدا العمر أكبر يعني بيقرب تنين وهيك كأنه عم بيشمشم هيدا الطفل وبيلحظة كمان كتير سريعة بيلتهموا للطفل وهي بتصرخ من خوفة على ابنة ونحنا كلنا بننقذ والتنين بينقذ بشكل بيصير كأنه عم بيطلع فينا بعيون بريئة مثل وقت الحيوانات يعملوا شي ويصيروا عارفين إنه غلطوا وعيونهم بيصيروا هيك عم بيزموا وعم بيكبروا بشكل حاسين بالزنب فمثل كأنه عم بيقول إنه ما قصد أعمل اللي عملته وبيرجع بيرجع للطفل يعني كأنه عم بيرجع يبسكو وبيصير الطفل كأنه قاعد على الكنابية وعم بيطلع فيه بعيون كتير شارب وحدة وقت وعيد الصباح حسيت حالي يمكن لأول مرة من وقت اللي صار حاسة بنوع من هيك كأنه شعور خفيف أو لايتر مع شعور أمان كنت تاكي فأقته لثلاث أسابيع أو أكتر شوي وصرت عم بسترجع الحلم براسة بكل تفاصيله عم بعيد المشهد لما كنت عم بنسائد مع نالي أنا عم بحرك الشاي صرت عم ببتسم وتذكرت إنه الحلم عنده أكيد بتفاصيله كتير معين الماي هي مشاعرنا وعواطفنا وأنا كنت عم ممر بعواطف متضاربة وكتير كبيرة فنحنا بقلب هيد الماي وقت صار في هالطيار اللي كتير قوي هي أنا باللحظات بهيدا الأسبوع كانت مشاعر كتير عالية والحيتان إجوا مثل كأنه ليعطوني تعزي أو هيك سلوان أو أمان معين لأنه أنا عند كتير connection قوية معهن وهن كأنه يعني هن spirit guide طب عولي فصرت عم بفهم إنه هن قربوا بهاللحظة المشاعر اللي أنا عم مر فيها ليقولولي إنه أنت مش لحالك وهيدا مش أول مرة اللي حيتاني بيجوا على الحلم اللي عندي خاصة بس كون عم بمرق بيشي أو بلحظات فيها محنة معينة أو تحدي كبير أو عواطف كتير كبيرة بيجوا لها أو ينتشلوني أو ينقذوني أو يعطوني تطمين أو يحكوا معي الشقة الثانية من الحلم الثانية لأنه عنده طاقة شفائية كتير كبيرة عكس ما بيفرجونا بالأفلام وبالقصص وبالروايات عنده طاقة كتير حلو وكتير مهمة وأتقرب عم بشمشم الصبي والتهموا الشعور للخوف اللي شعرته الفئة وكلنا سوا هو فعلياً كان هيدا الطفل كأنه طفلي أنا بس بالحلم بنعمل يعني من منشوف غيرنا فيه أو قد بيكون لقلنا فوقت التهموا التنين للطفل وبتلعوا هو نفس الشعور وقت أنا حسيت في شيء نسلخ مني كأنه حداً أخذ نيومون مني للبسان أو أخذلي ابني ورجع رده فكأنه عم بيقلي إنه الجسد راح بس الروح بعدها موجودة وصار عم بيطلع فيه الطفل بعيون كتير شارب نفس النظرات اللي عنده إياها نيومون وهيدا كان نوع من التطمين لأنه أنا هالقدة كان بدي أحلم نيومون بنومي بس ما عم بقدر فهو كأنه بعتلي هيدا الحلم والحيتين والتنين مثل كلهم عندهم بمحال رسالة لأنا أفهمها إنه أنا مش لحالي والحياة عم بتكفي وعم بتتابع وهو عطول موجود وهو حاسس باللي عم بيصير من لك أنه عم بيطمنني أنا بعدني هوني بلحظات الحزن والوحدة الأوية اللي بنشعر فيها منفكر إنه نحنا متركين أو نحنا لحالنا منصير عم نعيش حالة فراغ كتير شديدة وعم ننزل للقاع بالواقع نحنا مش متركين ومش لحالنا وفي عيني كبيرة بتكون عم تهتم فينا في حضور روحاني من حولنا في طاقة قونية كبيرة في أرض وطبيعة وبحر ومحيطات وشجر وجبال وسحرة وحيوانات في حضور ملائكة في مرشدين روح اللي بيكونوا كلهم حولينا ولكن ألمنا بيكون كتير كبير لدرجة مننفصل عن ذاتنا وعن كل شي حولنا ودخلنا ومندخل بحالة وحدة وفراغ ومنصير عم نصارع لنسترجع لحظات حلوة كانت تعطينا ياها أشخاص أو ظروف أو حالات معينة فأدناها من حياتنا قبل ما نرجع نبدأ نسلم باللي صار ونقبله ونتصالح لشوي شوي نرجع نسترجع شعور الأمان شعور الوحدة والفراغ شو ما كانت أسبابه بيدفعنا للبحث عن شعور بالأمان أوقات لأي شي نكون نحنا عم نتمسك فيه ويطمننا أو ينتشلنا حكيت بالحلقة اللي حكيت فيها عن الانتحار قدي وقته نكون بحالة سودوية إذا عم نعمل علاج بالطاقة لشخص نقدر نشوف إنه في حضور ملائكة حواليه في طاقة عم بتجرب بتساعد في مرافقة روحانية ولكن الشخص بيكون منفصل عن ذاته لدرجة ما بيقدر يحس إنه فيه عن جد حدا نحوله بيحس لحاله ما تتروك وبيغوص أكتر بالأفكار السودوية فنحنا فعليا بحالة الوحدة والفراغ ما بقى شايفين شي من حولنا غير فراغ برا وفراغ جوة وبراثق هيدا الشي ألم ومندخل بحالة عزلة معظم الأحيان تعبر عن شو نحنا عم نشعر مشاعر الفراغ والوحدة بتخلينا نشعر كأنه الكلمات عم بتخوننا يعني نحنا فعليا عنا نعمة وقدرة الحكة والتعبير بس ولا عبارة قادرة توصف صح شو فيه جواتنا ومنخاف إنه العبارات تسخف مشاعرنا أوقات منصير عم نبحث عن جمل أو عن كتابات هي تعبر عن حالتنا ومنتعلق باللي بيعرفوا يوصفوا صح شو عم نشعر وهني كأنه بيكونوا صدى لصوتنا اللي ما عم بيلاقي كلمات كتيرة وعديدة فيها تكون الأسباب اللي بتقدل الوحدة والفراغ بحياتنا في الوحدة العاطفية لأسبابها غياب عاطفة من الأساس نقصان أو نقص بالحب والعاطفة من وقت اللي خلقنا من وقت اللي تكوننا كيف خلقنا وكيف احتضنونا وكيف ربونا انتهاء علاقة وفاة غياب حدا من الأهل انفصال تغييب لحدا ما نحبه كتير وحدة عم نعيشها داخل العلاقة اللي نحنا فيها أو ما عنا حدا بها الدنيا وحدة اجتماعية وقتا نكون نحنا ما عم نقدر نلاقي حدا بيشبهنا بالمجتمع اللي نحنا عايشين فيه بيفكر مثلنا بيفهمنا ما بيحكم علينا وقتا نكون بغربة داخل عائلتنا وداخل بلدنا وداخل المكان اللي كبرنا فيه أو نحنا بغربة فعليا نبعاد عن بلدنا بعاد عن كل شي عن أهلينا أو عن الناس اللي منحبهم انفصال عن مكان كتير كان آمن بالنسبة لألنا وحدة وجودية حالة انفصال عن العالم وعدم فهم الحياة والعيش بأزمة وجودية وعباثية كل الوقت وحدة روحانية لانفصال عن كل شي روحاني بيخلينا نشعر بالترابط الكون والرحاني مع الخالق أو مع الكون وفيه كون أسباب عديدة في حزن متراكم في تحديات وألام وأمراض نظرة غير سوية ومحبة لنفسنا خضات كتير من كل الأنواع وبيسعب علينا تخطية اتخذنا على الفراغ وعلى الوحدة لأنه عطول من ميل كبشر نشعر أنه ما حدا مثلنا أو عم بيشعر أو عم بيمر باللي نحن عم نمر فيه فمن خاف نحكي أو تبرمجنا أنه نشعر أنه من غير الآمن نحكي ونكشف أسرارنا وقصصنا وننسمع وحتى بالأساس نطلب المساعدة وأوقات كتير عقلنا الباطنة والإيغو اللي عنا بحال التأهب دايما بيحمونا ويمنعونا أنه نحكي على قد ما فيه ألم بيصير جواتنا كأنه هيد منطقة الراحة والأمان الكمفورت زون بيصير فيه تعلق بالحال اللي نحن فيها لأنه إذا فيه ألم ووحدة وفراغ بحياتنا منطقة ومعرفنا أي شي تاني خارج هيد الدائرة منجهل شو يعني شعور الأمان والترابط والحنان فبالنسبة لقلنا شو يعني الأمان وشو بيضمن إذا تشافينا أو حكينا أو طلبنا مساعدة أو بلشنا نلاقي الأمان أنه رح يدوم ما نحن ما بنعرف شو هو هيدا الشعور المقلوف لقلنا انعدام الأمان الفراغ الوحدة شو يعني سلام شو يعني سكينة هيدا كله غير مقلوف ونحن منصارع بين أنه بدنا شعور السكينة والأمان والترابط وخايفين إذا الإناء يروح من هاك فينا نحن باللوعي ومن خلال اللوعي نخربة كل شي ممكن يساعدنا أو أي حدا جاي يساعدنا بحياتنا نفشل كل شي وهون منسمع الناس بتحكي أو المختصرين بيحكوا عن وعي الضحية أو عن السابوتاج يعني أحباط القصص اللي بتصير لخيرنا أو لتساعدنا هيدا عنوينة كبيرة يمكن سهل جدا ننظر فيها ونكتب عنها ولكن الهيل جدا اللي عرفوا شرحوا وفهموا النفس البشرية والطبيعة البشرية وأثر الألام والجراحات اللي بتكون جوها تركة علامة أو هيك أثر أو جرح أو ندبة كتير مهمة أو كتير غميقة من هيك أنا بلاقي أوقات الفيديوهات الأصيرة اللي بتنحط على السوشال ميديا ما فيها تكون تتعمم على الكل وبتفيد الكل وبتصيب كل قصة بقصتها لأنه عم بيحكوا بعموميات كل حدا عنده قصة وعنده حكاية وعنده خبرية وعنده ألامه لوصلته بمحل يمكن ينحط ليبل عليه أنه هو أو هي بواعد ضحية أو هنه عم بيعملوا سابوتاج لنفسهم فمن هيك فهمنا لكل قصة أنه نستمع لو نستمع للتفاصيل ونساعد الشخص يرجع يخبر ويحكي ويتلاقى مع هالوجع ويحطضنه وشوي شوي يكون عم بيعمل له تشافي الناس بتفكر أنه ميأس أو ميأسة وهنه عاملين بحالهم هيك وما بدون يطلعوا من هيد الحال وحاولنا كتير معهم هنه بدون يضلون هيك بالرغم من أنه كلنا معرضين وما في حدا إلا ممار بيواجع كتير مؤلم أو بحالة فراغ أو بحالة وحدة بس الناس أو بتنسى أو بتساعد حالة تطلع بشكل مش هو بيكون الجذرة بيكون تخطاية أو هيك تسكيت لهيدا الألم الليل جدا اللي بيفهموا أنه هاللحظات الفراغ والوحدة فيهم ألم كبير فيهم أوقات هبوط حاد يعني نحو العمق مثل واحد واقف عراسل الجبل عالحفة وفي مهوار كبير ونزل ووقع وقع كتير غميقة في ضياع في عدم إيجاد خط الرجعة في تخبط في خوف في قلق في هلع في حاجة عميقة للأمان وحاجة أعمى للانتماء للتمسك بأي شي بحدا بجذع شجرة يمكن بأمل صغير وفي أوقات من كترة الخوف بس يظهر شي أمامنا أو حدا لنتمسك فيه من فلته ما نخاف يرجع يروح ونرجع نتقلم ما نقرر نعمل خطة استباقية ونفلت أوقات بيكونوا هول الأشخاص أو هالحالات اللي أو هالإشها اللي بتجي لتنقذنا أو لتساعدنا ننقذ نفسنا بالأحرى هن الخلاص ولكن فيهن يكونوا مش هن الأنسب يمكن هن النقلة أو الشي اللي بدنا نتهدى فيه لنعبر لنرجع نحنا شوي شوي نلاقي حالنا نتعلق أوقات لنطلع من الفراغ ولكن مما كان فيه جرح كبير وخوف كبير من الوحدة وبصير مصدر الأمان للإناء هو مصدر الرعب وإنعدام الأمان بنفس الوقت أوقات منتعلق بشخص ومنفكر أنه عم ينتشلنا من وحدتنا ولكن ما منعرف بلاحظتها أنه خلف هيدا الوحدة فيه جروحات كبيرة وعميئة يمكن ما نحلت أو العلاقة ما عم بتحلها أو ما عم بتشفية ما عم بيخلص القلم من هيك بيصير فيه نكسات وأوقات كتير منحمل الشخص التاني مسؤولية عدم انتشالنا أو عدم شفاءنا أو تركنا أو الغدر فينا بالفعل هي بتكون القصة عنا جواتنا فكرنا أو فكرناها المخلص أو المخلصة وفجأة صرنا عم نرمي غضبنا عليهم لأنه اعتقدنا أنه هني خشبة الخلاص ومش يعني غلط أوقات كتير مثل ما قالت بيظهروا ليساعدونا يضوولنا أكتر على الوجع ماسنجرز بيقطعوا هيدا القطع وأوقات كانوا عن جد أمل معين ومقدرين يكونوا بهالوقت وبهالظرف وبعدين بنفهم بننظر جواتنا يمكن بعد عدة أنماط متكررة ويمكن من أول مرة أنه في شي نحنا بدنا نطلع عليه جواتنا هيدا لحظة الـ self-awareness أو الإدراك بتساعدنا نحفز الزكاء العاطفة من خلال إدراكنا وكبولنا للثغرات والعمل عليها من خلال حب الذات السليم اللي حكيت عنه بحلقة الحزن الأسبوع الماضي نحنا بمحلات كتيرة فعليا بس نلاقي الشخص أو الحالي أو ينتشلنا من الوحدة ويملق الفراغ من دون مدوات الأسباب والجراح منحط لهيد الأسباب والجراح على جنب ومنفكر المشاعر الجديدة والحلوة هي السلام والأمان وفجأة بتبدأ تطلع على الواجهة الأصص القديمة والشخص بيصير عم يتفاعل معنا أو الحالة أو الظرف يمكن يكون حبيب يمكن يكون شريك يمكن زميل يمكن صديق يمكن حالة معينة عم نعيشها بتكون كلها انعكاسات لشو فيه جواتنا من وحدة وفراغ وانعدام أمان ومنفوت بحالة رعب وهلع وبتطلع كل الانسيكوريتي على الواجهة وبصير هون كمان فيه براسنا أنه حق على الطرف التاني بس هو فعليا هالشي مقدر يصير لنحنا نتشافه روتين الحياة لحظات الظروة الشعور الجميل اللي منحونا إياه وحسيناه لقينا كل شي حسيناه معن ولقينا أنه خلص لقينا حالنا لقينا الأمان عبينا الفراغ تغلبنا على الوحدة بس فعليا نحنا بعد ما لقينا حالنا مثل كأنه عم نجرب نركب الصورة البازل بس بعد فيه حلقات أو قطع ناقصة ووقات حتى الناس والظروف اللي بتجي لتساعدنا نشتغل على حالنا ونتصالح ونتشافه ونقبل نتحرر بعد فترة منحس أنه تستقوت وبيتروه هيدا شي كتير علينا نحنا أساسا ما منستاهل من غير الآمن أنه نحس أنه نحنا محبوبين وبأمان ومقشوعين ومسموعين كتير بيصعب علينا ومش بإيدنا يعني فيها الناس تقول أنه عملهم كل شي بحياتهم وفجأة تركوه ومشيوه لأنه بيكون في حالة رعب وهلع جوه أنه هيدا الشي لا أكيد في شي في شي ما منستاهل هيدا كله اللواء اللي هو عم بيتفكر وهو اللي عم بيحلل وهو اللي عم بيتصرف من هيك فينا نفركش كل شي أو نحبط كل شي وأوقات فينا نروح للمواد اللي ممكن هي تعبه هيدا الفراغ والوحدة الكحول المخدرات الأكل إدمان على العلاقات الجنسية على الميسار على الشراء على صرف المصاري أي شي فيه لذة قوية وشي كتير انتانس كتير 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 قوي قادر يسد الفجوة بركب تنردم وما بيعود فيه فراغ هيك عقلنا بيكون عم بيفكر من عبه ومن راكله منصير عم نطلع بهيد الطاقة كريشندو طلوع 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 وبعدها بيرجع فيه نزلة أو هبوط كتير قوي وبعدها مندرك إنه نحنا بعدنا محلنا فصلنا يمكن شوي بالحالة أو بهاللذة اللي عشناها بس كل شي بعده محلو هيدا كانت تصير فيني كتير وقت كنت أكل مش عن جوة بس لسد الفراغ ولأشعر بالأمان عن جات كان الشعور الدايم جواتي إنه فيه فجوة فيه ثغرة وأنا عم بعبّة عم بعبّة عم بعبّة كل حد ما صير فيه فل وما كان بقى قادرة أتنفس كأنه هوني أنا ردمت لها الفجوة يعني فيه جورة كبيرة عم نحط كل شي عليها لما حدا بقى ينزل بهيد الجورة ويقع لتحت ولكن بعد شوة بيصير فيه ليكينج وفهمنا شو عم بيصير لأنه عارف كيف بدنا نحتضنا لهيد الجورة ونعبّيها حب مش نعبّيها قصص لأنه نكون نحنا عم نسكّتها أو بس نحط حجار وردم ليمشي الحال فمن بعدها بتجي لحظات الفراغ القوية حتى تعلق بالأشخاص إن كان أصدقاء أو علاقات كان نفس الشي كان تفوت بسرعة خيالية بالعلاقة وبيصير الشخص هو التعويض هو الأمان هو اللي عم يسد هيد الفجوة وبعدها بتبدأ حالة الهلع يعني رح يروح ويتركني بعيشها قبل ما تصير بعيشها من محال فيه وانجزايتي وقلق كتير عالين وبصير عم برمي كل شي على الشخص التاني وبصير فعليا فيه أو ترك أو خيانة أو اختفاء أو خداع أو أي شي لأكد لنفسه إنه شفت ما أنت وحيد رح تضلك وحيدة أو شفت ما بتستاهلي أوقات ما في شي من كل القصص اللي أنا بيصير عقلي عم بيخترعها كان بس بصير عم بحس واستشعر قصص من كترة الخوف إذا ما رد علي يعني اختفى يعني تركنا وإذا صار أي سوق تفاهم أو خناقة صغيرة أو أي شي بسيط بصير عم بحس إنه خلص هي تركي خلصة العلاقة خلص كل شي لحاضر المسلسل فرانس أو بيتذكر في مشهد بين تشاندلر ومونيكا بيكونوا جداد هن بالعلاقة وتشاندلر لأنه عنده كتير جروحات كمان جاية من أهله ولا مرة عاش علاقة ثابتة وقت صار سوق التفاهم هو بيقال إنه خلص صار هيك برم ومشي إنه خلص كل شي بيناتنا وإنه كانت نحنا رح نشوف إذا فينا نجرأ أصحاب أو لا فهي بتقل له نحنا ما عم نترك نحنا فيه سوقتة فيهم صار وفينا نقعد ونحكي فيه يعني بهالمعنى يمكن حضرته للمسلسل فوق العشرين مرة أنا بس مش من زمان يعني انتبهت الله هيك بيقوة لهيد السين ولهالمشهد وضوت براس إنه أنا فعليا هيك كنت أعمل وهيدا الشي منه جاي من العدم هيدا الشي لأنه كبرت وتعودت إنه أهلي ما بيحكوا بس يتخينقوا مع بعض ما فيه تواصل كل حدا بيسكر على حاله أو بي بعصب وبيمشي وبيفل وبيظهر أو بيهدد إنه هو رح يروح وإما بتبقى ساكتة وما بتعبر عن حالة وبتعيش لحظات ألم وبنصير نحنا عم نتعاطف مع فريق دفريق أنا تليست يعني كيف كنا عم بعيشها وبصير في هيدا silent treatment وهالشعور بتتقل كتير قوي بالجو وإنعدام أمان فبالتالي راسي تبرمج إنه وقتها يصير في سوق تفاهم أو اتنان يختلفوا على وجهات نظر إن كانت شي بسيط أو شي كبير يعني خلاص هيدا النهاية هيك من حل الأصص هيك راسي صد أنا عم بكبر فأنا بمحل كنت عيد نفس الشي من كترة الخوف والهلع والشعور إنه بدي انترك أو أنا لحالي أو أنا متروكة بكتير محلات كانت العليقات أو الصدقات تعويد كأنها كانت إدمان أوقات كان بيكفى إنه الشخص يكون حدي لو قاعدين ساعات معم نحكي بس إنه ما تتركني أو ما تتركوني معم بقول هيدا الشي بس بطاقة هيدا كله عم بقى أنا حسه كأنه وجودهم عم بيعبّل فراغ أو النقص وبصير كأنه عم بتطلع على عقارب الساعة كل الوقت وخايفة يخلص الوقت وعارفة نقول بعد ربع ساعة رح يخلص المشوار أو الزيارة أو أي شي عم نعملو بصير بلش قبله بوقت يدق البدقات سريعة وفوت بحالة الباناك والهلع والإنك زاية تتعلق على الآخر بس لأنه عم بي رح ينتهي المشوار بس انتهى المشوار أو الجلسة أو أي شي مش معناه تخلصت العلاقة أو الصدقة فيه تاني يوم وفيه كل شي مكفة بس لألة كان عم بنترك عم برجع فوت على الفراغ وهذا الفراغ أنا عم بيخوفني مثل كأن على طول فيه شي ما عم بيهديني من تحت خايفة وقع ومن هيك أنا تعلمت سباحة على كبر وكان عندي كتير شعور خوف إنه لازم يكونوا إجرية دقين على طول بالبول أو إذا عم بيصبح بالبحر ما فيه يروح على الغميق بدقش وفي شي رح يبتلعني ففتت بعلاقات أو كنت بمحلات وبصدقات لا أنا أنا كان بدعود عن شي معين كنت عم ببحث عن الحب عن الانتباه عن الأمان عن الترابط connection وبوندين كانوا مفقودين بحياتي كنت عم ببحث عن محل بهدنا كأنه بد لقى قبيلته بد لقى المحل اللي بحس فيه بالأمان ولو في قصص تانية يمكن عم بتصير بحياتي حلوة وكتير بتفكر الناس اللي عم تطلع من بر أنه شو حلو عنديك هيدا الشي بس أنا من جو بفراغ وهيدا الشي يعني لهل اللي عم بتطلع وقت بالمشاهير بتفكر أنه واو حياتهم شو حلوة عندهم كل شي ليش هني هيك لا الشهرة ولا المصاري ولا كتير ممتلكات ولا كتير قصص فيها تكون عم بتعبى هيدا الفراغ أو عم بتصد هيدا الفغرات من هيك بمحل أنا كنت أهرب على الفن على المسرح على الأفلام على السينما على الموسيقى على الكتابة على الكتب على الشعر على كل شي على الطبيعة وعلى الأرض على السماء بس هيك أقعد وتفرج على النجوم لساعات وعلى الأمر هون كنت حس أنه أنا بنتمه هون أنا هيدا لحظات الأمان بس أي شي تاني أنا مني بأمان أنا بحالة فراغ لأنا كنو عم بيعطوني شي عم بيأسرني من الداخل عم بيحسسلي قلبي وروحي أنه أنت you're fine هلأ أنت بلحظة أمان هيدا اللحظات كنت حس أنه هيدا ما بتنتهي وإذا انتهت فيي ارجع اتطلع مرة تاني على الأمر واحضر فيه لم تاني واسمع الموسيقى قد ما بدي وقرأ الكتاب قد ما بدي بس الأشخاص والناس هؤلاء رح يتركوني رح يفلوا وأنا ما بدي الفراغ فوق هيدا وكله كمان في الفراغ الروحان اللي كنت عم بمر فيه بتذكر وقتها حكيت بحلقة الانتحار وقتها أنا أقدمت على حاولت أني انهي حياتي بيبحث من المرات أول مرة وعرف الشخص اللي بعتله رسالة وجال عنده تاني يوم ورحنا على المستشفى لأشوف إذا فيه بحاجة لغسيل أمعاء أو لأي شي وقررت أنا فيلي من المستشفى ما بدي أعمل كل هولي صرنا عم نمشي بس كان بدي أمشي لأنه أنا المشي كتير بيريحني صرنا عم نمشي عم نمشي في محل وصلنا قال لقيت هيك مثل مقعد أو بانك قعدنا وفعليا في محطة وقود بس هيدا المقعد الوحيد الموجود وصرت هيك بين أنا تعبانة وراسة تقيل نتيجة الكمية الأدوية اللي أخدتها وما عم بفهم شي من شي ومأهورة أنه أنا بعد نعيش والهوى تقيل وكل شي صخن اطلع فيه هو وقال لي ليه عملت هيك قلت له لو سكت الواجع ما بقى فيه اتقلم قال لي مش لأنه لو بتجربة تطلع من هالحالة الإلحاد اللي أنت فيها بترجعي للصلاة وبترجعي لأ الله بترتاحي طلعت فيه بتعصيب أنه أنت مانك فهم شي علي ولا فهم شي من شي ولا عارف شو فيه جواتي وقمنا وفلينا أنا كنت بهذه المرحلة بحياتي عايشة مرحلة إلحاد ومرحلة ثورة على كل شي على كل القصص اللي تربيت علي أنه الدين محبة ومعاملة واحترام لبعض ومنحس ببعض ومنشعر ببعض وكنت عم شوف واقع مختلف تماما من وقت موعيت على الحرب وشو شفت بالمدرسة وكيف أنه منخبر أنه نحن منسامح بعض ومنرقى في بعض بس بترجع الرهب بتحط حدا على الباب لأنه منه دافع القصص أو بيتعاملوا بطريقة كتير فيها فوقية وطبقية فكان بالنسبة إلي أنتوا عم بتعلمونا شي وعم بتطبقوا النقيد وفيه ظلم وفيه كتير قصص بشعة عملت ثورة على كل شي وكان لابد أني قطع بهذه المرحلة لأرجع أتصالح مع الخالق ومع الكون ومع الدين لأرجع أنا لائحة لولائحة هالترابط الرحاني بالطريقة الأصح والأنسب والفعالية مبنية على حب مش على أنه أنا صلي بس لتمتم أو لأنه تعلمت أو بالتخويف أو بالترهيب فهو وقت قال هالجملة أنا عصبت لأنه كنا نتخانق كتير على هيدا الموضوع وهو بالقوة بتجي حاول يخليني أرجع لإيماني لأنه هو حدا كتير مؤمن وأنا عم بحكيه بقصاص ما عم بيفهمني وين أنا فكان فيه كمان فراغ رحاني ولو أني كتير قوي مع الكون ومع الدنيا ومع كل شي بس بهذه الفترة أنا كنت خلص كل شي عنده مسكر وبعدين بعد سنين بس فتت بمرحلة التشاف وبلشت أتذكر أنه أنا قدام كل وقعة أو تخبيصة أو قرار خاطئ أو شي مؤزلة إليه كان فيه شي عم بيستلقيني كان فيه شي هيك مثل أنه بيمد إيده وبيسحبني لورا ما تعملي هيك ما تروحي بهالطريق ما تروحي بهالخط ما تفوتي على هيدا المحل يعني عم بتصحة تلقوها على الأرض في شي بيمسكني أحلامي كيف كانت من أنا وصغيرة اللحظات اللي كانت خاف فيها بالليل وإذا كانت خاف كانوا أهلي إذا بروح بنام بالنص بينات ونعيتوا علي أنه لأ بترعي على تختيك إذا كانت خافة من العتمة لأنه كان بالحرب ما فيه كهرباء وبس تخلص الشمعة ضغري قوعة كانوا يتمسخر علي أنه بتوعى ضغري بتحس أنه الشمعة انطفت لأنه العتمة كانت ترعبني شعور كمان فراغ شعور مش قادرة أعرف وين الأشي أنا بشو بدأت هدى بشو بدأت مستك فكان فيه أحلام تجي لتطمني كتحس أنه أنت في شي عم بيقول لي أنت مش لحالك بعدين هولي صرت عم بتذكر ونو أفهم أنه نحنا بكل لحظات الخوف والفراغ والوحدة نحنا فعليا مش لحالنا أخذلي كتير وقت لأفهمتن وبس بلشت التشافي لأفهم شو أسباب هالفراغ وهالجروحات صرت عم برجع للبداية لفترة الحمل وقت أمي كانت حامل فيها قد هي كانت جاهزة قبل ما تحمل فيها كمانا كان في حادثة ميسكارج أو إجهاض صارت يعني بينه وبين أختي ففعليا منطقة الرحم ما بتكون وقت يصير فيها حادثة إجهاض بتتعرض الأم لأي حادثة أو ما بتكفي الروح ما بتكفي الحمل ما بيثبت لازم يكون في تنظيف لمنطقة الرحم لشاكرة العجز أكيد ما في وعي لهيدا الموضوع ويمكن هلأ بلاش نحكى بهيدا الأشياء فوقتي يصير في حمل ضغري مباشرة مرة تانية أو بعد فترة بتكون هالمنطقة الروح التانية اللي بترجع بتجي بتحس بطاقة الموت بتحس بالخوف بتحس بالانجر بالغضب بكل شي كان عم بيصير قبل إذا كان في رغبة ولا ما في رغبة إذا هي جايكة تعويد إذا هي مرغوب فيها إذا هي محضر لهيدا الشيء أو لا كلهم نشعر فيهم فأنا كنت عم برجع بكتير علاجات لهيدا الموضوع لهيدا اللحظات ووقتها حتى أمي وقعت في يعني زحطت هي بقش آخر شهر وفكرت إنه البيبي ما بقى عم بيتحرك خلقت وقتها كانت الأزايفة عم بتنزل خلقت وما كانوا متوقعين إنه بنت نطرين صبي كمانا ما كان في يعني هيك ترحيب جيد وكأنه مش مرغوب فيها على كل المستويات ما كان في رضاعة طبيعية ما كان في كان في خوف يمكن كان في قلق ولا تاني مسؤولية أكتر ما في مساعدة ما في دعم حتى كان في الطريقة اللي بيعتمدوها كتير من الجيل القديم وللأسف بعد في لليوم ناس بتاعتمدها إنه قتلوا بلد يبكي خلوه يبكي ما تحملوه بيتعوض على الحمل فكان في هيدا الطريقة اللي بيتباهوا في يعني كانوا يبكوا اتركون بيستكتوا لحالهم هيدا الطريقة كتير بتفوت الولد بتأثر أول شي على الدماغ وبتفوته بي أنا ماني مسموعة عم ببكي كيف بدي أرجع قوسها أنه هؤل الأشخاص المفروض هني يحتطنونه ويحملونه سو بيصير عم بيصرخ هم بيصرخ اخر شي بيعمل هو self أو هي self soothing هني بيسكنوا حالهم هني بيهدوا حالهم وعلى قبر بتصير هيدا طريقة الدفاع فحتى هيدا الشغلة ما فيها الغمر ما فيه التعبير بالكلمات ما فيه ترابط ما فيه connection كل هولة كانوا عم بيخلقوا لحظات فراغ قصتي بعيلتي بهويت مين أنا معنا هوية كل خمس دقايق بقسم تغيير مدارس تغيير كتير قصص حالات الخوف اللي كان عم بيشعر فيها بي كل هولة اللي أنا كنت عم حس إنه أنا ما بنتمي لأولا أي شي للبلد للعائلة ما فيه شي بيشبهني أنا عم بكبر أفكارهم ما بتشبهني ما عم بقدر إخد أي شي من القصص اللي بتاعت الأمان للطفل فبطبيعة الحال بدي يكون فيه وحدة وبدو يكون فيه فراغ مبلش من داخل الرحم فأنا بيتشافية كنت عم بروح لهيديك المرحلة اللي كنت عم بيشتغل عليها وحدة وحدة مع مسامحة أكيد ومع أرجع أنا أحددين الطفلة وأنا كأني عم برجع ربي حالي من لحظة من أول لحظة من لحظة السفر ومنرجع منزيد على هول التحرش وبيعمل إنعدام الأمان الحرب الخوف المسئوليات نحنا عم نكبر بالحياة من نحنا شو عم نعمل الأسئلة الكبيرة ليش نحنا هون كل هولي كان بالنسبة إلي أنا ما عم بلاقي حالي بهالدني فالفراخ عم بيكبر أكتر وأكتر والحاجة الماسة لأنه انحب لأنه انغمر لأنه اتطمن هولي كلهم أنا ما حصلت عليهم بكل الظروف اللي عشتها يمكن استردحكي عن هذا الموضوع أكتر من عشر مرات بس هولي بيخلقوا فجوة جوا فكل حدا منكم عم بيسمع مر بأشياء مماثلة أو مختلفة كل حدا عنده أسطو بدنا نرجع نفك فيكم هولي شوي شوي ونرجع نحنا نعطي الأمان والحب لحالنا كيف بدنا نعطيهم إذا نحنا ما تعودنا عليهم بدنا نطلب مساعدة بدنا نتنفس بدنا نرجع لقلبنا لنفسنا نطمن حالنا نحنا شوي شوي وإذا ما منعرف بدنا نطلب مساعدة بس لابد إنه نرجع شوي شوي يكون عم نشفي كل هيد المراحل بحياتنا أوقات مش تغرب يباين أوقات ما منعرفهم وحدا مخبرنا قصة حياتنا بس الجسم بيتذكر الوعي واللوعي بيتذكروا كل التفاصيل وهن اللي بيكونوا عم بي يعطوا ويدخوا هالشعور بالفراغ وهالشعور بالوحدة اليوم صرت أعرف إنه نحنا مش لحالنا من عشر سنين لورق أو من تنعشر سنين لورق صرت أعرف والتمس إنه نحنا مش لحالنا وإنه أنا مني متروكي وفيه طرابط وفيه عناية إلهية وفيه وجود ملائكي وفيه مرشي دي الروح ولاي فيه كتير قصص عم بتساعدني وفيه ناس تسخر أو تيسر إنه تلاقى فيها بالحياة لتكون عم بتساعدني بس بلشت أعمل سلام مع كل هالخطوات وبلشت أرجع لاقي حالي ولاقي الناس اللي عم بتساعدني لاقي الطفل اللي جواتي أنا أرجع حبه إش في جروحاتي إش في شكرة القلب إش في شكرة العجز إش في الروت شكرة لأنه الوحدة منعيشها عشكرة القلب بتكون فيه تعب وبتكون مسكرة كمان بيزيد شعور الوحدة والفراغ منعيشه على شكرة سيكرة الشكرة على العجز أو شكرة الخلق ومع كمان انعدام الأمان اللي ينبلش من الروت شكرة أو شكرة الجذر هول بدنا نشتغل عليهم كتير بدنا نتنفس بدنا نحط إيدنا ونحط حب بدنا نتخيل لون أحمر برتقالي أخضر على هول ثلاث شكرات عم بيفوتوا عم بيرجع يعطينا نور وعم بيعطينا حب تمارين تنفس توكيدات حب للذات سماح للمشاعر احتضان كتير قصص شوي شوي بتنعمل لتكون عم بتساعد يرجع يفتحه للشكرات ونحس بالأمان نحنا عم ننضف كتير قصص أخدناها من أهلنا من أمنا من بينا من أسلافنا من نحنا شو جايين نعمل بهدني من قصتنا من شو عم بيصير حوالينا هو كلهم مأسرين جواتنا وقت اشتغلت على حالي وبعدت عن كل شي وبلشت اسمح لحالي It's okay to feel safe كنت طمن حالي لأنه كنت ارتعب إذا عم بحس بالأمان لأنه مش معوضة بعد فترة جذبت العلاقة اللي هي السيف وآمنة لنفسه أو لإله أو لحياته ولو بعد فترة من الزواج حاولة ارجع باللوعي طب أولي خرب بس يصير في أي سقطة فيهم أو شي بيناتنا أو اخلق يرجع لوعي يحس أنه أنت It's too much عليك أنه أنت هلأ بيزواج وكتير منيح وكله تمام وحدا عم بيحبك وبيحترميك وكل الأصاص الحلوة لا 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 هيدا شو كله أنت It's too much خلينا نخربه هيدا عقل الباطنة خلينا عيد كيف أم وبي كانوا يتصرفوا كيف كيف فيه وإنه كانوا يحكوا خلينا عيد كله لهيك بعرف هك معوضة كمان هون أعادت ورجعت اشتغلت كتير وأخذت لي كتير لا أفهم حالي وإفهم زوجي هو يفهمني بهول الأصاص اللي بتصير وتبين بعد الزواج لأنه منصير عم نعيش كل يوم أصاص كل واحد شو فيه عندنا ما خزون باللواعي كمان عم بيرجع يتبلور ويطلع لبرة بس هيدا بتساعد بس يكون فيه وعي وإدراك وإرادة إنه نشتغل وندعم بعضنا ونشتغل على العلاقة ونشتغل نفهم أنه هيدا مش النهاية صرت أعرف إنه هاي مش النهاية قبل كنت أعمل بانيك أو هلأ لا خلص خلص كل شي ولو أنا يمكن عم بسعى باللواعي إنه إنهي بس من اللحظة اللي تعرفنا فيها على بعض أو التأينا فيها ببعض من أول لحظة حتى وقتا كنا بعضنا أصدقاء تنيناتنا حسينا مثل كأنه لقينا بعض لقينا الطريق الرجع على البيت لقينا حالنا to return home to ourselves لجوة لقلبنا لروحنا وبعد فترة بعد يمكن شي سنتان وقتا بلشنا لكون إحنا عم نتعرف على بعض لنكون بعلاقة كان في مرة قاعدين بمكان وكنت قاعدة مقابيل وإنا عم عم نشرب hot chocolate فقربت قاعد حده لأنه عم بيفرجين صور على الموبايل ولقيت حالي بلا ما حس على حالي أنا غالة فيه وقاعدين شي ساعة ونص ساعتين عم نتفرج وعم نتضحك وعم بيخبرني قصص عن طفولته بعدين هو تطلع فيه وقال لي أنت ملاحظة على حالي كيف قاعدة ومسترخية وكأنه حدا ما بعرفه وكأنه من 2000 سنة وكتير أنا مرتاحة ساعتا انتبهت دراسة بس ما قلت أنه أنا هاي أول مرة بسمح لحالي حس الأد بالأمان وبالسقة عادة بكون على طول على سلاحي إذا قاعدة مع رجل خاصة أو مع اللي كنت معهم بعلاقات قبل لدلني in control أنا فسمحت لحالي بهيدا الشي وقدا كان عفوة وبدون تكلف وبدون ما خطط له ولا هو يخط هيكي إجت اللحظة اللي بتدل إنه أنا بلشت لأ الأمان جواتي بالتالي قدرت إنه اسمح لحالي اتحرر من القصص اللي كانت تتكبلني وتخوفني هالترابط الأول اللي حسيته بعيونه وحسيته أول ما تعرفت عليه وبعدين صرنا عم نتعرف على بعض أكتر هالنفس الترابط أنا بانضيج كتير حلو مشن هك كمان أنا كتير اتأثرت بفقدان اليومون وكتير صرت عم بحس إنه في جزء مني راح ورجع الحلم ليقلي إنه أنا بعدني هون بمحلات كتير كنت من حياتي فائدة هيدا الترابط والتواصل مع كل شي لأنه خاصة بس كنت كنت كون مع العالم لأنه كنت انجبر كون مع ناس ما بحبها أو ما برتحلها أو سلم عليها بالقوة أو بوسها أو بالقوة أو اغمرة هيدا كمان كان يعملي يضيقنا يزعجلي كل جسم يزعجني من جوة فبالتالي كنت أهرب لأنه تركوني رحين زيارة عند حدا بطلع بقعد مع الطبيعة مع الشجر هونيك بحس بالأمان مع الناس أنا مني مرتاحة من هيك برتاح بتفرج على السماء يمكن لساعات بتفرج على النجوم بتفرج على المغيب كمان في جزء كانوا يتمسخروا فيه علي أنت كتير شاعرية ورومانسية وهيك ما رح فيك تعيش وما رح تنجح بالحياة وهيدا الشي من صحي وغلط أو قاتل بنصير حط أسامي على الناس اللي بيقروا كتير أو بيروحوا على هيدا العوالم بدون الانتباه والإدراك أنه هنا محل عم بينبشوا على السكينة هالمحلات بتلاقي لهم أرواحهم بيصير في طلاقة بيصير في شي عم بيحكينها على أفوق الألم والفراغ الوحدة والفراغ تقال ومزعجين ومؤلمين أوقات هنه هروب هنه موجودين وأوقات هنه هروب من عالم مؤلم بحد ذاته أو بنكون ربينا بمحلاته بأجواء هي مؤلمة إذا بدنا نطلع على الكون بمحل حلو فينا نلاقي كل شي حلو بس في محلات فيه قلم فيه ظروف فيه قصص بتصير بتوجعنا كتير اليوم إذا مريتوا أو عم بتمروا بحالة فراغ ووحدة خدوا نفس عميق ورجعوا شوي شوي للأسباب اللي تكونوا عم تفهموها وكونوا صريحين مع حالكم أو مع الناس اللي عم تسألون أو تطلبوا منهم المساعدة قبلوا هيدا القصص اللي صارت معكم شوي شوي خلقوا سلام معه اشتغلوا انتكون تلاقوا السلام معه كونوا انتوا الرفيق لنفسكم قبل ما تكونوا عم بتنبشوا عن الناس تاني تعطيكم الرفق لما يصير في تعباية فراغ وبعدها نرجع نقشط للهوة يمكن مش مناتا لازم نضلنا لحالنا نلاقي نحنا السلام والأمان بحاجة لأصدقاء ونحنا بطبيعتنا البشرية بدنا هالكوننكشن بدنا هيدا الترابط مش غلط بس ما نكون الاتكالي عليهم وننسى حالنا فينا نكون عم نظهر وعم نشوف ناس بيحبونا وبيحبوه ونحبوه وكمان عم نشتغل على حالنا مش مطلوب نوقف كل شي لنعمل مش مطلوب نستقيل من شغلنا نوقف كل الدني بس لا يمشي الهيلينج رح نضلنا عم نتشافة كل حياتنا بس مهم نكون بهاللحظة الحقيقة والصراحة نتنفس التنفس كتير بيساعد نشفل الترومايات وخاصة ترومة الولادة اللي منمر فيها نرجع نشفل مرحلة الكونسابشن وقتها تكوننا وكيف مرحلة التسعة الشهور أو السبعة الشهور أو اللي هن حسب كل حدا نقدي بقى بداخل رحمة الأم وشو جذبنا وشو أخدنا من أمنا ومن بينا كل هولي وكيف خلقنا وكيف كبرنا وكيف احتضنونا وشو قلولنا وشو سمعنا وشو وجهنا من أشياء مش مطلوب هلأ يعني اللي عم بيسمعني يشيرهم كلهم هلأ بيحطهم قدامه وبدأش فيهم بيصيروا طوما شعلينا لأنه كلهم سوا كتار بس ليه منتذكر وليه منفهم وعلى اللي اللي نكتبهم نحطهم شوي شوي ونقول بالرغم من كل هولي أنا عم بختار أنه أرجع لاقي حالي لاقي نفسي أنا بأمان بحق اللي يكون بأمان من حق الطبيعة يكون عم بتنفس بأمان وعيش بأمان ننظر برقفلة كل شي عم بيصير ننظر بحب نحتضن الطفلة الداخلة ونحاول ننظر أحولينا حولينا في كتير إيجابات وفي كتير أمان وفي كتير حماية اليوم اللي بيعطيني الأمان وبيساعدني أتخطى هو أمان داخلي وهو ثقة أنه أنا مش لحالي وبشعر بهالوجود الملائكة والروحانة حولي من جواتي وحولي بشعر بالمرافقة بالأحلام مثل ما شاركة تكون بلاقيها بعيون ناس حلوة بلاقيها بكلمات حلوة بلاقيها بعيون بنتي وبعيون زوجي وبالحيوانات اللي بتجي على واقعي اليوم الناس عم تشعر بفراغ أكتر لأنه كمان أصار فيه ديستراكشن وقصص تلهيون أكتر من قصص فيك ومن حقيقية من قصص منلاقيها على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا من نوهم الناس شتروا أكتر متلكوا هالإشياء بتصيروا سعيدين لقحقوا هيدا الحلم بتلاقوا حالكون كل قصص عم بتضيعنا أكتر وعم بتشتتنا أكتر ويمكن أوقات في ناس بدأت مر فيها كلها لترجع هي تلاقي الخط برجع بقول كل حدا عنده قصة بس إذا فيه وعي وفيه إدراك هلأ موجود نوقف هيدا الإشياء ونرجع نحنا لقلبنا ونحنا نمسك إيدنا ونحنا نمشي حالنا تريتورن هوم كأنه ضيعنا طريق البيت ونحنا بدنا نهدي حالنا ونرجع شوية شوية على هيدا البيت ليهو وجوباتنا على السكينة وقت تطلع المخاوف والهلع وشعور الفراغ والوحدة ما تسكتون هتضنون وطلبوا مساعدة والمساعدة فيها تجي بكل الأشكال in all shapes and forms مثل ما هيدا الحلم إجا ليطمنا ويذكرنا ورسالة من النيومون وقتا كان الشاب اللي كنت معه به هيدا العلاقة عم بجري بيجبرني أنه ارجع صلي ما كنت جاهزة وما كنت جاهزة لكون عندي تواصل رحاني كانت بدي قطع بقصص لأنا ارجع اكتسبها شوي شوي كل واحد بيعمل القصص على طريقته وعلى وقته من هكي مش كل هيدا الطريقة بتثبط على الكل نعطي مساحة لحالنا ولبعضنا ونشوف نحنا شو اللي بيناسبنا لنرجع نخلق ترابط رحاني حقيقة مش بس نكون نحنا عم نردد هكي بشفافنا صلاة أو أي شي خبرونا أنه حتى بالتشافئ إذا عملنا هيدا التوكيدات أو حملنا هاي أو لبسنا هاي الحجرة وعملنا أي شي خلاص بيمشي الحال نلاقي الطريقة الحقيقية اللي بتناسبنا خدوا وقتكن لترجعوا وتتواصلوا مع الأوجاع أو القطع اللي مكسرة جواتكن لترجعوا شوي شوي تكونوا عم ترجعوا توسقوا وهون رح تكونوا عم بتلاقوا شي كتير حلو حتى الإبداع عندكن رح يقوى لأنه رح يرجع هالشكرة العجز اللي مننا بيبدأ الإبداع والكرياتيفي اللي بتكون مستنفدة على آخر أو مسكرة رح تفتح رح يطلع نفس جديد إبداع جديد خلق جديد رح يصير فيه سكينة امتنان سلام سعادة حتى الوفرة بتزيد بكل أشكالها بيصير فيه هيك شي خفيف شي حلو طيبة حلوة طاقة حلوة عم تعطينا هويه هالمتنفس وهيدا السلام مثل كأنه هيدا اللي بفيلم على الدين المصباح بس يحفوا إيدون عليه وبيطلع الجن ومتل كأنه كان هو مطفون داخل هيدا المصباح لسنين طويلة نحنا بس عم نحط إيدنا على قلبنا وعلى الشكرات وعم نحب حالنا عم نسمح لكل شي قديم يطلع لبرة حبسينه جوا لا يكون عم يتنفس ويطلع وتفوت محل وطاقة حب ونحقق اللي بدنا يا بالحياة اليوم نحنا بفصل الخليف وفي كتير ناس بتحس بالوحدة وبتحس بالفراغ وبتحس إنه كمان كل شي كأنه عم ينتهي لأنه هيدا الفصل كأنه هو النهاية سواره لنا ولكن هو فعليا البداية لنرجع نحنا نتذكر نطلع على كل شي بحاجة يهر بحاجة يدوب بحاجة يكون عم يتلاشى عم يطلع منا لنكون عم نبدأ بداية جديدة مع حالنا بقصة حياة جديدة بقلم مختلف بتمنى تكون هيدا الحلقة ساعدت لفهم معاني الوحدة ومعاني الفراغ كل حدا بحسب قصه بشو عم بيمر بحياته أعطوه حالكم فرصة أنه تقبلوا أنه فينا نغير وفينا نصحيح وفينا نشفى وفينا نداوي وبحق لنا نكون عم نعيش نحنا مرتحين يمكن جينا على هيد الدنيا ما عم نحس بالانتماء ما عم نحس منشبه أي شي في كتير قصص مش مثلنا we don't belong بس يمكن قد ما في طاقة كبيرة جواتنا وقصص جييننا عملها على هيد الأرض ومش أن يمكن عنا إياها عم بيستعب علينا نندمج مع الطاقة الموجودة بالتالي عم نهرب ونكون بحالة فراغ وبحالة وحدة من هيك رجعتنا للأرض وللطبيعة وللكون وللنفس وللقلب ولأي حدا نقادر يساعدنا بطريقة صحيحة رح يخلونا نرجع نفهم حالنا وحتى نفهم شو هي مهمتنا وشو هدفنا على الأرض بتمنى تكون هيد الحلقة يمكن مرافقة لألكم إذا في أي لحظات وحدة عم بتعيشوها لتكونوا شوي شوي عم تهتموا بحالكم وتلقون الأسبوع القادم بحلقة جديدة طاقة حب كبيرة لألكم جميعا